مرحبا برج الميزان بشكل عام قبل ما ادخل في القراءة والتفصيلية الطاقة العامة برج الميزان ان انت والحبيب كنتوا على مستوى مختلف من اللوعي في الحياة من التطلعات في الحياة يعني طموحك كان جدا يختلف عن طموح الحبيب او الشريك في الفترة السابقة وهذا كان سبب الاختلاف او الانفصال اذا حدث هذا الشيء اول كارت سبب الانفصال لدينا كارت دستار النجمة يتكلم عن التشافي والتعافي وتحقيق الامنيات يوضحها تسعة الاكواب الامنية تحققت ارى ان يا برج الميزان ان هذا الحبيب كان في وضع الحالي كان جدا مرتاح بالنسبة لكل امنياته في الحياة تحققت كل الذي طمح ان يصل اليه في المرحلة التي هو فيها كان تحققت فهو كان مرتاح في حياته غير مستعد على ان يقوم بأي تغيير او نموم حتى معاك لانه مرتاح الحبيب كان مرتاح ولكن انت وابعك كان يختلف انت كنت في مرحلة نموم والصعود في حياتك يعني احتمال كنت تتكلم الحبيب عن مصير العلاقة الشراكة الارتباط ان انتو يكون لكم مستقبل مع بعض هذا الحبيب كان سعيد بان يدعي الامور على ما هي عليه في الهواء الطلق كاجول مفتوحة من غير مسميات ومن غير اي شيء رسمي ملموس او حتى اتفاق يعني كان اشوفه كان حتى غير مستعد ان يتكلم في مستقبل او مصير العلاقة ما تفرق معاه يعني ولكن انت كنت جدا تفرق معاك لانه كنت ولازلت لحد الان احتمال في مرحلة جدا محورية وجذرية قاعدت انطلق اشوفك يا برج الميزان نحو احلامك يعني اشوفك مثل الراكت او الصاروخ اللي متجه نحو كل ما تريده في الحياة ففي هذه الفترة وجود هذا الحبيب بهذا الشكل كان غير مستعد ان يركب معاك في هذه الرحلة وتذهبون نحو تحقيق الامنيات لانه بالنسبة له مثل ما قلت لك امنياته لهذاك الوقت لهذهك اللحظة كانت متحققة عند العكس سبب التأخير اذا الحبيب لم يرجع الى الان واذا رجع ولم يتعافى الوضع كليا ما هو السبب؟ عندنا كرت الشمس وخمسة الاكواب اما انت او الحبيب لحد الان لم تتشافون من ما حدث قبل من اختلاف وجهات النظر هذا الحبيب يحس انه خسر ولا ينظر الى الجانب المشرق الجانب المشرق انه لحد الان في فرصة وفي امل بينك وبيني بان تحسنون العلاقة بان ترجع العلاقة من جديد اذا هو فهم واستوعب هذه المرحلة ما الذي حدث وما هو السبب وراء الانفصل ولكن ارى ان الحبيب لحد الان قاعد يندب ويتحسر ويعتبر يندب الخسارة ولحين اشوفها بينه وبين نفسه لم يستوعب السبب وراء الانفصال يعني لحد الان بالنسبة لاحتمال قلت لك هني سبب الانفصل صح ولكن هو بالنسبة لاحتمال اعتبرها بشكل شخصي بانك انت لا ترغب فيه او انت لا تحبه اخذها بشكل جدا شخصي اشوفها وهذا اللي قاعد يعيق الفرصة الجديدة لحد الان اذا في تأخير هذا اللي قاعد يأخر البداية المشرقة لكم لان الحبيب يجب ان يستوعب انه لحد الان في فرصة لحد الان في امل ويجب ايضا ان يفهم ما الذي عليه فعله كشرك في العلاقة وما هو الحل يعني لما يلف ظهره وينظر الى الاكواب التي لا زالت قائمة لم تنكب فعندها سوف يستطيع ان يحالج الوضع بينك وبينها ما شعرك نحوه كيلوف بنتيكلز ملك الخماسيات بيجوف كوبز ارى انه انت جدا ناضج ومستقر وثابت احتمال من ناحية العمل العواطف المشاعر انت بشكل عام يو برج الميزان جدا متزن وثابت انظر الى الحيوان الذي في الخلف هو حيوان الجدي بطاقة جدا ارضية ثابت في مشاعرك نحوه عارف ماذا تريد من الحياة وهذا ايضا يرجع الى سبب الانفصال سبب الانفصال ان انت كنت شخص عارف جدا ماذا تريد محدد بينك وبين نفسك المرحلة القادمة ستكون واحد اثنين ثلاثة وستأتقدم نحو واحد اثنين ثلاثة عندك تحديد هذا الشخص كان غير ناضج في طاقته بيجوف كوبز وهي يعني اصغر الاكواب اللي ممكن احد يقدمها اصغر العروض عرض غير ناضج وغير ثابت ثابت ولا يعتمد عليه لانه بيج احس انه اجين تشابه الرسالة اللي كان قد ملك هذا الشخص كان لا يليق بمستواك وتطلعاتك انت كنت تطلع نحو مثلا تين اوف كوبز النجاح الحياة الاستقرار الاسرة الحياة المثالية بالنسبة لك عينك على الحياة المثالية الزواج الابناء الاسرة الكريمة ولكن هذا الشخص كان لحد الان غير ناضج يقدم لك عرض ولكن احتمال عرض اعجاب عرض صداقة فكان ابدا ما فيه توافق بين تطلعاتك وما يقدم هذا الشخص مشاعر هذا الشخص او الشريك نحوك هذا الشخص قلت لك مثل انه مقيد وهو سجين نفسه وافكاره لانه لحد الان لم يكتشف او لم يصل الى لم يضع يده على الجرح لكي يستطيع ان ينتهي من هذه المرحلة مرحلة الفراق ويضع الحمل لان اشوف هاي الفترة ايضا يثقل كاهليها الكثير من الاحمال الالتزامات الارتباطات الذي يوضع نفسه فيها الاشياء التي تعود عليها من السابق لحد الان هذا الشخص يحملها معه عشان تذي يحس انه حبيس ومقيد ولا يستطيع انجست يضع هذا الحمل ويتجه نحوك ولكن الخبر الجيد لك انت عزيزي برج الميزان بان هذا الشخص سوف يتعلم الدرس بالطريقة الموجعة او بالطريقة الصعبة سيضطر ان يعاين جميع خياراته اشوفه في الفترة القادمة مستمر على الوضع الذي هو عليه مرتاح في حياته ولكن عندما يجرب كل خياراته في الحياة وكل حرية يستخدمها رح يكتشف انه ليس كل ما يلمع ذهبا هذا الكرت سبين اوف كوب صح عنده خيارات سبعة اكواب ولكن كل كوب لا يحوي على السعادة فاراها الناس يختار كوب وراكوب وراكوب ورح يكتشف بالطريقة الصعبة ان كل الاكواب لا توازي وجودك في حياته كل الاكواب لا توازي السعادة والمستقبل اللي كان ممكن يحصل عليها عندما انت تكون موجود في حياته ليس كل ما يلمع ذهبا رح ياخذ فترة بعدين ينعزل عن نفسه ويحدد ينعزل سوري ينعزل عن الاخرين ويحدد كيف يصل اليك وما هو التصرف الصحيح بعدما استنزف جميع خياراته معك عندنا نحن يكون لك الشريك المساوي يعني الملك والملكة لنفس الطاقة معنا تتكافؤ في الطاقة فبعد ما يستنزف جميع خياراته احتمال هذا الشيء ياخذ وقت رح يرجع بسرعة ويبين لك رغبته في الارتباط وان تكونون مع بعض وان تبنون شيء مع بعض شيء ثابت شيء فيه ارتباط بالعكس قبل كان الموضوع سايب في الهوى وسايب في الماء ولكن هذه الفترة القادمة ان شاء الله رح يكون في تثبيت لاتجاه العلاقة ورح يكون في حديث اشوف حديث واضح عن مستقبل العلاقة وخططنا مع بعض الملك والملكة اشوفهم رح يجلسون مع بعض ويضعون الخطط ويضعون النقط على الحروف بشأن مصير هذه العلاقة واتجاهها وهذا خبر جدا جيد ولكن تذكر سيحدث بعدما يستنزف الحبيب جميع خياراته في الحياة خطواتها القادمة تجاهك بعدما يكتشف ان انت الشريك المثالي له كوينة كينغة بنتيكلز الملك والملكة التكافأ رح يكون جدا حذر في توجهه نحوك اشوفه جدا راح يستخدم عقله لان كل اللي قاعدة اشوفه او اسمعه ان هذا الشخص لا يريد ان يقع في نفس الخطأ او لا يريد ان ترجع الامور كما كانت سابقا او يخسرك مرة اخرى يحاول ان ينهي ويغلق فصل الخسارة او فصل الالم الذي عشته مع بعض والطريقة بالنسبة اليه التصرف الصحيح ان يفكر الف مرة قبل ان يتصرف معك وقبل ان يتحرك باتجاهك هذا الشخص سوف يخطط سوف يحاول ان يجمع المعلومات سوف يحاول ان يقيم الوضع من بعيد قبل ان يتواصل معك حتى رح يكون جدا يعني محاسب يحسب كل خطوة كل شبر هو يخطوه باتجاهك ويكون عارف تأثيره عليك وعلى مصير العلاقة لانه رح يكون عنده شوي تخوف من ان يقع في نفس اخطاء الماضي وهذا الذي يحاول تفاديه رح اسحب لك كرت يا برج الميزون من hidden realms كرت تبع النصيحة النصيحة هذي رح تكون حقك انت او كي اول كرت رح ينقلب او يسقل اختاره قبل كرت انقلب النصيحة لك اشوفك في الفترة القادمة ان شاء الله يا برج الميزان المطلوب منك ان انت تكون مرتاح التوازن الذي انت فيه اصلا كملك الخماسيات حافظ عليه لا تتزعزع لا تجعل الظروف او المواقف من الحبيب او اي احد اخر يؤثر على اتزانك الداخلي حافظ على توازنك الداخلي لانه اهم ما تملك كن متزن كن كما انت وحافظ على هذا الشيء لان هذا الطاقة هي التي اولا رح ترجع الحبيب باتجاهك ورح تجعلك انت المنتصر في النهاية اشوف هذا الانسانة رح تكتشف انه بالعكس تقدر تحصل على جميع ما تحلم فيه ولكن الموضوع يبيه له شوي اتزان وشوي ثبات وشوي تطلع الى الجانب الايجابي من الموضوع اشتركوا في القناة شكرا